مئات الآلاف من العمالة الأجنبية في العراق بشكل غير رسمي بحسب تقديرات وزارة العمل خلال مؤتمر صحف عقده وزير العمل في ديوان محافظة النجف الأشرف أكد خلاله لوانيوز متابعة موضوع تسرب الخمسين ألف باكستانية في عدد من محافظات البلاد مبينا أن العدد يعود لسنوات السابقة ما يتعلق بالرقم الذي يعلن الخمسين ألف عن العمل الباكستانية تواصلنا مباشرة مع وزير العمل الباكستاني ومع سفير العراق في باكستان وسفير الباكستاني في العراق وتبين أن هناك نقل خاطئ لحديث الوزير المعني وإنما كان الحديث عن خمسين ألف باكستاني طيلة السنوات الماضية كانوا يأتون عبر شركات استقدام عمالة أو بطرق أخرى إلى العراق ويبقون في العراق وليس 50 ألف تسربوا هذا العام واختفوا في العراق لذلك هناك تصحيح لهذا الأمر مراقبون نجافيون انتقدوا عدم وجود ضوابط في سوق العمل العراقية لتشغيل الأيد العاملة والذي يتطلب خطوات جدة من الحكومة لمعالجة هذا الملف وأنهاء البطالة في البلاد بدل استقطاب العمالة لحد الآن العراق لم يتبين مساره الاقتصادي إن كان اشتراكي أو رأس مالي وبالتالي يعاني من مشكلات اقتصادية كبيرة منها البطالة البطالة تضرب السوق العراقية هناك الكثير من البنقلاديش هناك الكثير من الجنسيات أخرى حتى جنسيات عربية وبالتالي لا توجد ضوابط في سوق العمل تحكم هذه المنظومة نحتاج إلى خطوات من الحكومة لتشغيل الأيد العاملة العراقية وبالتالي سدف فراغ أو الحاجة إلى عمال ويبلغ عدد العاملين الأجانب في العراق والمسجلين بشكل رسميا لدى المؤسسات الحكومية 43 ألفا فقط مع وجود مئات الآلاف منهم في السوق العراقي وهو ما يشكل عبءا اقتصاديا كبيرا على البلاد من النجف الأشرف محمد الغالبي واني نيوز